بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني لابتدائي مجددا في تكملة دروس مادة الرياضيات سوف أقدم لكم الدرس معاكم الأستاذ إبراهيم العواجي ويرافقني في لغة الإشارة للأستاذ بندر الصالح درسنا لهذا اليوم وهو اختبار منتصف الفصل السابع سوف نتعلم اليوم في اختبار منتصف الفصل مدى فهمكم لدروس الفصل السابع السابقة نبدأ في أول تدريب لدينا في البداية لابد أن نقرأ السؤال ثم نجيب على هذا التدريب إذن أستعمل الأوراق النقدية أعد ثم أكتب المجموع إذن سوف نقوم بعد هذه النقود ثم هنا سوف نكتب مجموع هذه النقود الآن سوف أطلب منكم بعض الوقت للإجابة على هذا التدريب ثم سوف نعود ونستكمل الحل سويا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الآن يا أبطال انتهيتم من حل التدريب الأول قمتم بعد هذه النقود ووجدتم مجموع هذه النقود إذن في البداية لابد أن نذكر عند إيجاد قيمة هذه النقود نبدأ بماذا؟ أحسنتم بالقيمة الكبرى إذن نلاحظ هنا أين هي القيمة الكبرى في هذه النقود؟ ها يا أبطال أحسنتم إذا لدينا هنا القيمة الكبرى وهي خمسون ريالا إذن الآن نقوم بعد هذه النقود ونكتب خمسون ريالا هنا ثم نقوم بإضافة عشر ريالات كم يصبح لدينا المجموع الآن؟ عشر ريالات وخمسون ريالا يصبح لدينا أحسنتم يا أبطال إذن أصبح لدينا ستون ريالا ثم نقوم كذلك بإضافة عشر ريالات إلى ستون ريالا السابقة ويصبح لدينا أحسنتم سبعون ريالا ثم الآن تبقى لدينا خمس ريالات نقوم بإضافتها إلى سبعون ريالا يصبح لدينا المجموع خمسة وسبعون ريالا إذن نقول أن مجموع هذه النقود يساوي ماذا؟ خمسة وسبعون ريالا إذن هنا نلاحظ أن نقوم بإعد أو إيجاد قيمة القيمة الكبرى لهذه النقود من فئة الخمسون ريالا ثم انتقلنا إلى فئة العشر ريالات ثم انتقلنا إلى فئة أو ورقة الخمس ريالات إذن هنا نلاحظ أن خمسون ريالا إذا قمنا بإضافة عشر ريالات أصبح لدينا ماذا؟ ستون ريالا صحيح ثم نقوم بإضافة عشر ريالات إلى ستون ريالا السابقة ويصبح لدينا سبعون ريالا ثم كذلك إذا أضفنا خمس ريالات يصبح لدينا خمسة وسبعون ريالا ومجموعة هذه الأوراق النقدية هو خمسة وسبعون ريالا أحسنتم يا أبضاء الآن سوف ننتقل إلى التدريب الثاني في هذا التدريب مطلوب مننا نقرأ التدريب جيدا أعد الأوراق النقدية لأجد قيمتها هل يكفي مجموع المجموع لأشتري الشيء المبين في الصورة وأحط الإجابة الصحيحة بنعم أو لا هنا نلاحظ في هذا السؤال لدينا في البداية لابد أن أعد الأوراق النقدية ثم نوجد قيمتها وكذلك هل يكفي مجموع المجموع النقود لأشتري الشيء المبين في الصورة أمامنا في هذه الصورة ثم أحط الإجابة بنعم أو لا بحسب إذا كانت هذه النقود تكفي لشراء هذا الشيء المبين في الصورة بنعم أو لا الآن سوف أترك لكم بعض الوقت لإجاد مجموع قيمة هذه النقود ثم الإجابة بنعم أو لا بحسب هذه النقود هل تكفي لشراء الشيء المبين في الصورة إذا كانت تكفي نكتب نعم نضع دائرة حول نعم وإذا كانت لا نضع دائرة على لا الآن سوف أترك لكم بعض الوقت الإجابة على هذا السؤال ثم نعود لنستكمل الحل سويا بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن انتهيتم من حل التدريب الثاني يا أبطال هل مجموعة هذه النقود يكفي لشراء هذا الشيء المبين أمامكم؟ طيب دعونا الآن نوجد مجموعة قيمة هذه النقود التي تظهر أمامنا نلاحظ أن لعد النقود لابد أن نبدأ بماذا؟ أحسنتم بالقيمة الكبرى إذن هنا سوف نبدأ بعادل خمسون ريالا ثم نقوم بإضافة عشر ريالات إذن نقول أن عشر ريالات قمنا بإضافتها إلى خمسون ريالا السابقة أصبح لدينا أحسنتم صحيح ستون ريالا الآن نقوم بإضافة خمس ريالات إلى ستون ريالا السابقة يصبح لدينا خمسة وستون ريالا أحسنتم يا أبطال الآن تبقى لدينا خمس ريالات هنا نقوم بإضافتها إلى خمسة وستون ريالا يصبح لدينا أحسنتم سبعون ريالا إذن نقول أن مجموعة الأوراق النقدية هي ماذا؟ سبعون ريالا هنا الآن ننظر إلى الشيء المبين أمامنا في الصورة كم قيمته في بطاقة السعر مكتوب لدينا؟ خمسة وستون ريالا هل تكفي مجموعة النقد لشراء الشيء المبين أمامنا في هذه الصورة؟ ها يا أبطال هنا لدينا في النقد سبعون ريالا وقيمة الشيء المبين في هذه الصورة هو خمسة وستون ريالا إذن نقول نعم لماذا؟ لأن مجموعة النقد التي لدينا أكبر من قيمة هذا الشيء الظاهر أمامنا إذن نضع دائرة حول الإجابة نعم طيب الآن هنا نلاحظ يا أبطال عند عد النقود ماذا نلاحظ؟ أن نقمنا بعد الخمسون ريالا ثم العشر ريالات ثم الخمس ريالات ثم الخمس ريالات إذن القيمة الأكبر خمسون ثم الأصغر منها وهو عشر ريالات ثم الأصغر منها وهو خمس ريالات إذن هذا الترتيب من الأفضل أن نقوم بعد النقود من الأكبر إلى الأصغر حتى نحصل على مجموع هذه النقود الآن ننتقل إلى التدريب الثالث أكتب أيام الأسبوع بالترتيب مبتدئا بيوم الأحد إذن في درس سابق أخذنا ما هي أيام الأسبوع والآن سوف نقوم بترتيبها بكتابتها مبتدئا بيوم الأحد الآن سوف أترك لكم بعض الوقت لكتابة أيام الأسبوع بالترتيب مبتدئا بيوم الأحد ثم سوف نعود لنستكمل الحل سويا بإذن الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر الثالث ننظر إلى هذا التدريب نريد أن نكتب أيام الأسبوع بالترتيب مبتدئا بيوم الأحد إذن في البداية كتبتم ماذا؟ أحسنتم كتبتم الأحد ثم بعد الأحد مباشرة يأتينا يوم الأثنين أحسنتم إذن بعد يوم الأثنين يأتينا مباشرة يوم أحسنتم يوم الثلاثاء ثم بعد يوم الثلاثاء يأتينا يوم أحسنتم يا أبطال الأربعاء ثم بعد يوم الأربعاء يأتينا أحسنتم يوم الخميس ثم بعد يوم الخميس يأتينا ماذا؟ أحسنتم يوم الجمعة ثم بعد يوم الجمعة ماذا كتبتم؟ أحسنتم يوم السبت الآن في هذا السؤال قمنا بترتيب أيام الأسبوع مبتدئا بيوم ماذا؟ الأحد إذن هنا يوم الأحد ثم يوم الأثنين ثم يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء ثم يوم الخميس ثم يوم الجمعة ثم يوم السبت الآن نسقل إلى التدريب الرابع أستعمل ساعة العقارب وأكتب الوقت الذي تشير إليه الساعة الآن في التدريب الرابع هذه ساعة العقارب لدينا هنا ها يا أبطال ماذا يسمى هذا؟ أحسنتم عقرب الساعات إذن نميز عقرب الساعات هو الأقصر وهذا العقرب يسمى عقرب الدقائق وهو الأطول أريد منكم أن تقوموا بكتابة الساعة هنا إذن سوف أترك لكم بعض الوقت للإجابة على هذا التدريب ثم سوف نعود ونستكمل الحل سويا بإذن الله ترجمة نانسي قنقر 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 طيب الآن انتهيتم يا أبطال من حل التدريب الرابع نلاحظ هنا أن عقرب الساعات يشير إلى ماذا؟ أحسنتم إلى الرقم 4 وعقرب الدقائق وهو الأطول يشير إلى الرقم 12 إذن نقول أن الساعة هنا ماذا؟ أحسنتم الساعة الرابعة أحسنتم يا أبطال طيب الآن ننتقل إلى التدريب الخامس نريد أن نكتب الوقت الذي تشير إليه هذه الساعة نلاحظ عقرب الساعات وعقرب الدقائق إذن أريد منكم كتابة هذه الساعة هنا في هذا الفراء الآن سوف أترك لكم بعض الوقت لإجابة على هذا السؤال ثم سوف نعود ونستكمل الحل سويا بإذن الله اشتركوا في القناة شكرا طيب الآن يا أبطال انتهيتم من حل التدريب الخامس نبحث عن أقرب الساعات هنا يشير إلى الرقم 9 أحسنتم وعقرب الدقائق يشير إلى الرقم 12 إذن نقول الساعة التاسعة أحسنتم إذن الوقت الذي تشير إليه هذه الساعة هو الساعة التاسعة الآن ننتقد إلى التدريب السادس نريد أن نكتب الوقت الذي تشير إليه هذه الساعة ولا ننسى أن عقرب الساعات هو الأقصر وعقرب الدقائق هو الأطول إذن نكتب الساعة بهذا الفراء كذلك سوف أترك لكم بعض الوقت لإجابة على هذا التدريب ثم نعود ونستكمل الحل سويا بإذن الله الآن انتعتم يا أبطال من حل التدريب السادس ننظر هنا إلى الوقت الذي تشير إليه هذه الساعة ننظر إلى عقرب الساعات يشير إلى الرقم أحسنتم يشير إلى الرقم 5 وعقرب الدقائق يشير إلى ماذا 12 إذن نقول أن الساعة أحسنتم الساعة الخامسة إذن هنا في هذا الوقت الذي تشير إليه هذه الساعة هو الساعة الخامسة الحمد لله وفضله نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه ونراكم بإذن الله في دروس قادمة في مادة الرياضيات